بعاصمة الشرق وبكل ما تحمله هذه المدينة من رمزية وحدوية قوية أطلق ناشروا الصحف المغاربة وشخصيات مدنية نداء وجدة الذي دعوا فيه نظراءهم والنخب المستنرة عموما بالدول المغاربية إلى إعلاء كلمة التقارب ونبذ خطابات التفرقة والكف عن إذكاء أسباب العداء المفتعلة وجاء في النداء أن حال المغرب الكبير ليس بحاجة لمن يزيد في تأجيج نار التشرذوم ولكنه بحاجة لأقلام وحدوية وكلمات تترجم بصدق طموحات الشعوب المغاربية في التكامل الضروري للتنمية والديمقراطية والكرامة والحرية نحن قررنا تنظيم هذه الدواء التي تحمل عنوان دور صحافة المغرب الكبير من أجل الاندباج المغاربي لتجيه رسالة إلى جميع زملائنا في المغرب العربي رسالة أن نكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة ندعو إلى أن نكون رسل لتقارب بدل أن نكون في قاطرة التنافر وأكد أصحاب النداء أنهم يمدون أيديهم لزملائهم وإخوانهم في المغرب الكبير عموما وفي الجزائر الشقيقة على الخصوص من أجل أن يكونوا جزءا من الحل لجزءا من المشكلة وأن يربطوا خطوطهم التحريرية والإنسانية برابط الدفاع عن المستقبل الاندماجي بدل أن يبقوا رهائنا لاجترار ضغاء الماضي وتميزت الندوة الوطنية التي نظمتها الفيدرالية المغربية لناشر الصحف حول موضوع دور صحافة المغرب الكبير في الاندماج المغاربي بمشاركة كل من الصديق معنينو وخليل الهاشم الإدريسي وعبد الحميد الجماهري بحضور ثلة من الشخصيات من مشارب متعددة